في ظل كورونا وشايفين العالم صراع وخنائة مين ياخد كم مصر ومين ما ياخدش والتجارة والحاجات دي كلها في ظل ده ومصر كاس العالم لليد واصوات قالك الغوا كاس العالم لليد وهتعملوه ليه ولازمته ايه والناس وكورونا واصل واصل وحاجات فاكرين واحنا طلعنا قلنا لا مش حاجة اسمها مصر قررت انها تعمل انه مصر عندها التزامة وبالتالي طالما التزمت بالاجراءات لازم يتعمل على ارض مصر وبالتالي كنا بندعم بلدنا انها تقوم بتنظيم هذه البطولة وما تدلغيش رغم كورونا ليه كنا بنقول كده مش منفراغ عشان عندنا ثقة كبيرة في الدولة لما بتحط اجراءات معينة بتطبق هذه الاجراءات بحزافرة وبالتالي تصل للمستهدف من اقامة هذه البطولة في التوقيت وعدم الغاها او تأجيلها وكسبنا اللي رهننا على بلدنا عشان ثقتنا في بلدنا رقم واحد رقم اتنين ثقتنا في المنظومة اللي اتحطت انه عملنا اجراء هو الاول من نوعه في العالم الفقاعة او الكابسولة الاجراء اللي مصر عملته اللي بطابق النهاردة في كاس العالم للاندية اللي هيقام بعد ايام في الدوحة ثقتنا في ارادة للدولة المصرية على تنظيم هذه البطولة وهذا الحدث العالمي وانه يكون نموذج لدول العالم انه رغم الجائحة مصر نظمت ونظمت بكفاءة عالية هو انا اللي قلت مش انا اللي قلت احنا كنا عندنا الثقة دي اه بس مين اللي قال النهاردة العالم ما في وسيلة اعلامية تناولة هذا الحدث اللي شافه مليارات مليارات بيتابعوا هذا الحدث يعني مطش بكرة النهائي بكرة تكلم فوق الاثنين مليار هيتابعوه وعلى مدى ايام البطولة تكلم يمكن دخلنا على ثلاثة مليار ويمكن اربعة مليار كمان مشاهدة حوالين العالم لهذه البطولة وتفاصيل هذه البطولة مصر اللي عملته يا جماعة غير مسبوق غير مسبوق وسائل اعلام الدولية العالمية كلها الدول المشاركة والدول غير مشاركة تتكلم على مصر لو احنا دفعنا مليارات اعلانات عن الحديث عن مصر وكيف نظمت هذه الدولة رغم جائحة كورونا بلد الفيها ميت مليون وعندها كورونا ازاي نظمت هذه البطولة في اربع صلاة بهذه الكفاءة الله الله الحاجة الوحيدة لنقصة الجمهور تخيلوا كاس العالم ليد لو كان في جمهور تخيلوا يعني ما فيش جمهور والعالم بيكلم كده ما بالك لو كان هناك جمهور هي دي الحاجة الوحيدة الوحيدة السلبية بس ده انت كان لازم تعمل كده ما كانش ينفع لدرجة قبل بدء البطولة بيومين او بتلت ايام منتخبات قالوا بلاش جمهور وبنان على طلباتهم تم يعني كان الاول نسبة تلاتين في المية ثم عشرين في المية وفي الاخر قالك لعشرين والتلاتين خلاص من غير جمهور وتم من غير جمهور ولكن روح الناس في الصلاة مع بعض المع طبعا المنتخبات اللي كان بتلعب وغيره كان عامل روحه وعمل جوه بيرح بقول له حاكو بتتابع يعني مطشط حتى اللي بتسيبني بقى ارجع اتفرج عليها لانه شفت قديه بلدي عملت هزا هزي الروعة بكل كفاءة اجراءات صحية على المستوى اجراءات تنظيمية على المستوى الدخول وخروج وناس على المستوى بنصل للمباراة النهائية غدا بتقول دي مصر افتتاح الرئيس ثم الناس اخدوا ازاي هذا الكلام طب انتوا نوين يعني هتعملوا بطوءات عملت الحم وخلاص احن البطولة خلصت بطولة خلصت خلاص بكرة النهائي فخلصت البطولة والمنتخبات كلها ترجع بلاتها بسلام وامن ان شاء الله الحمد لله راحوا الاهرامات واللي عايز يتفسح خلي بالحضراتكم كلها في اجراءات ايه الكابسولة من عايز يروح الاهرامات بيروح الاهرامات بودي بنفس الاتوبيس اللي خادوا من المطار واللي هياخدوا في كل التناقلات بتاعتهم ويرجع كمان شفت منتخب السويد مع السائق المصري هشام وهم كاتبين على صفحتهم الرسمية بيشيدوا ازاي بالسائق اللي معاهم وازاي بقى داعم كبير ليهم مش مجرد انه بينقلهم وتناقلاتهم لا لك ده من اكتر ناس بيدعمنا هشام ده وكانوا بيحيوكتب على صفحة بتاعتهم فيه قبل النهاء اليوم امبارح مع فرنسا هي دي الروح دول الناس اللي مشرفيننا اللي انا بحيهم كلهم كل واحد شارك من ولاد مصر من المنظمين من اللي كانوا موجودين بيتحركوا مع المنتخبات كلها كلهم لهم كل التحية كل واحد موجود كل واحد تابع عملية تأمين انتقالات فنادق ايتيبسات مطارات صلاة كلهم كل التحية كل واحد قام على هذه المنظومة في دولة من اول رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء واللجنة العلية بترئيس رئيس الوزراء فيها 17 وزارة كل واحد له جهد عشان تصل للنجاح غدا نهاية خلاص احنا خلصنا كاس العالم الحمد لله مش لسه خلصناه الحمد لله بكفاءة اشد بيها العالم مش احنا العالم اشد بيها اشد على انه دايما تبقى شايف بلدك كده التشكيك اللي حصل قبل هذه البطولة لانه ممكن تبقى ناس يعني نفوسها ضعيفة ما عندها ثقة او ببلدك بس ان احنا عندنا ثقة كبيرة ببلدنا فبالعكس في موقف صعب زي كده لو انا بسانتها عشرة اسانتها اربعين تخيل لو بسانت بلدي عشرة اسانتها اربعين مرة ليه؟ عشان الحدث العالمي العالم كله يبقى شايفنا ازاي فمنخليش بلدنا ايه لو تبقى كده زي ما هم شافونا واتكلموا علينا واشادوا بينا واشادوا منتخبنا ورجالتنا قالك مطش مباراة الاحلام مصر دانمارك اللي هو الاخر تلت ثواني مطش الروح جاي تلت ثواني كورة معانا كورة تلت ثواني اللي حصل اللي حصل واضطرد من عندنا كنا خلصنا وبقنا النهاردة بنلعب النهاء ان شاء الله بس الحمد لله رجالتنا عبدعوا العالم صحف العالم واسأل الإعلام العالمية بتتكلم على منتخب مصر أبدع ويكون ليه شاء هو رقم النهاردة رقم سبعة على مستوى العالم بعدين تمانية قطر ثم باقي المنتخبات احنا قبل منتخبات كتير الارجنتين والبرازيل والبرتغال والمنتخبات احنا قبلهم احنا النهاردة رقم سبعة ترتبنا على مستوى العالم وشوفوا نجوم العالم بيقولوا ايه حارس مرمى دانمارك له رقم واحد العالم بيتكلم ازيه على منتخب اروجوي بيتكلم ازيه على مصر كابتن بتاعهم وغيره الاسبان كابتن الاسباني بيتكلم ازيه على مصر كلهم بيتكلموا ازيه على مصر وازاي مصر قدت هذا الاداء اداء في الملعب واداء للتنظيم